فرجهم اتضح لنا في البحث السابق انه اذا اردنا ان ندخل في بحث مع اي جهة كانت معنا او علينا فلابد في الرتبة السابقة من تعيين النموذج المعرفي الذي ينطلق منه والنموذج المعرفي الذي ننطلق منه وإلا ما لم نحدد النموذج المعرفي سوف يكون البحث عقيما ولا ينتهي الى النتيجة لماذا؟ لانه ينطلق من اسس وانت تنطلق ماذا؟ من اسس اخرى انت تريد على سبيل المثال حتى تعرفون ان اثار هذا البحث على موضوعنا انت تريد ان تقيد المرأة وتضع لها مجموعة من الحدود والقيود والاحكام والقواعد ونحو ذلك لماذا تجعل هذه القيود؟ لانك تنطلق من نموذج معرفي ان الكمال النهائي للمرأة في الدنيا او في الاخرة في الاخرة واذا كان هناك كمال لها فهو لا بد ان يصب في صراط الهدف النهائي للمرأة او للرجل اما هو ينطلق يقبل هذا النموذج المعرفي لو فرضنا او لا يقبل لا يقبل يرى ان النموذج المعرفي كمال المرأة سعادة المرأة حياة المرأة انما تتلخص في هذه الدنيا اذا لماذا هذه القيود؟ لماذا هذه القيود؟ لماذا هذه القيود؟ ولماذا هذه الاحكام؟ ولماذا هذه التقييدات؟ ونحو ذلك تصل الى نتيجة او لا تصل؟ لا تصل لماذا؟ لانه هو ينطلق من نموذج معرفي لا يعتقد بالآخرة وأنت تنطلق من نموذج معرفي تعتقد ماذا تعتقد بالآخرة فكيف التوفيق لا يوجد أي توفيق النموذج المعرفي التفت جيدا النموذج المعرفي للعارف معروف أنه يعتقد بالوحدة الشخصية للوجود يعني ماذا الوحدة الشخصية في جملة واحدة أعزائي ما معنى الوحدة الشخصية يعني لا وجود لغير الله في العالم وفي الكون تقول أنا مو موجود يقول لا أنت مو موجود أنت كوجود لست ماذا لست موجود أنا ماذا عدم يقول لا أيضا لست بعدم وإنما أن تتجل الحق سبحانه وتعالى حسنا ما هو المراد من التجلي سوف يتضح بأنه أساسا لا ينسجيم لا مع الفلسفة المشائية ولا الحكمة المتعالية ولا المتكلمين ولا الأخباريين له تصور آخر أنت تقول واجب الوجود واحد لا شريك له هو ماذا يقول يقول الوجود واحد لا شريك له ولا يقبل نظرية أن الوجود إما واجب وإما ممكن أصلا هذه التقسيمات بالنسبة إلى المنظومة العرفانية واردة أو غير واردة غير واردة أعزائي ولهذا بعد يمكن البحث يجلس فيلسوه بهذا الطرف أو متكلم بهذا الطرف أو أخباري نقلي بهذا الطرف وفي الطرف الآخر من يجلس ها يجلس العارف يمكن أن يتباحث أو لا يمكن أعزائي لماذا لأن هذا ينطلق من نموذج معرفي وذاك ينطلق من نموذج معرفي آخر النتيجة ما هي مولانا إذا بيد العصى واحد يضرب العصى في رأس الراحة إذا ما بيد عصى ماذا يقول كافر زنديق ملحد مولانا نجس مولانا فإذا عند القدرة بيدية والسلطة بيدية والمال بيدية مولانا يسجنوا وإذا همات ينمو يسجنوا مولانا يعدموك الحلاج مولانا تهتقل ويتقربون إلى اللهم جنوا بقتله مولانا وهكذا السهر وردي وإلى غير ذلك وليس هذا بجديد أعزائي يعني لا تصوروا بأن القضية فقط تدور في هذه الدائرة ارجعوا إلى القرن الثاني عشر الثالث عشر المعركة بين الأخباريين وبين الأصولين في كربلة شوفوا نتائجها الدموية جقد مولانا نتائجها الدموية مو نتائجها الفتوائية اقرأوا ماذا فعلوا بشيء محمد الأخباري مولانا في الكاظمية مولانا مو فقط قتلوه وإنما ماذا فعلوا ها قتلوه قطعوه سحلوه في الشوارع قربة إلى الله بفتاوى أكابر مراجع النجف في الأصوليين مولانا لا تصوروا بأنه عوام الناس فعلوا ذلك عوام الناس نفذوا وإلا الفتاوى ويوم مقتله مولانا صار مولانا هنا احتفالات وكذا فالنجف لماذا لأن هذا فد نموذج معرفي وذاك نموذج معرفي آخر ينطلقان من مموذجين معرفيين أعزائي ولذا من الآن فصاعدا من الآن فصاعدا التفتوا إلى هذا البحث وهذا ما ذكرته لاعزة في البحث السابع قلت أنتم تجدون بأني أنا لا أجيب على أحد لا أتكلم مع أحد لا أناظر أحدا لأنه النموذج المعرفي الذي أنطلق من غير النموذج المعرفي ماذا الذي ينطلق منه الآخر النموذج المعرفي الذي ينطلق منه الآخر أنه هو على مذهبي ومدرسة أهل البيت إذن هو الحقيقة المطلقة واللطيف مو فقط مدرسة أهل البيت على الحقيقة وأنا أعتقد أن أهل البيت هم الحقيقة المطلقة لكن هو يعتبر نفسه هو الحقيقة المطلقة يعني فهمه لأهل البيت يا جنو ها هي الحقيقة المطلقة مو اهل البيت اهل البيت في محلهم ذاك مقام الزبوت انا دا اتكلم في مقام الاثبات في مقام الاثبات من قال لأحد لعالم من علماء الشيعة ان الحقيقة ماذا كما فهمها هو حتى يطالب الاخرين ما هي اعتقاداتكم هو من انت حتى انه تطالب الاخرين ما هي اعتقاداتكم من اقول من انت الله يعلم متصغيرا ولا تحقيرا ولا استهزاءا اريد ان اقول انت لست الميزان حتى تطالب الاخرين ما هي ماذا ما هي عقيدتك وانا مطالبك ما هي عقيدتك انت تقول الاليف اقول لا العقيدة جنو ها انت لو انا الجواب انت بدليلك اذا عندك دليل انا بدليلي اذا عندي ماذا اذا عندي دليل احترمك وتحترمني تعالوا خلنا نخرج من عقلية محاكم التفتيش التي عاشت اغروبا ملانا وهو انه اول مكان يسألوا يسألوا ماذا تقول في فلاه انه طبيعة موسى اقول طبيعة عيسى بشرية له الهية له مزدوجة له كذا فاذا كان يقول كذا على خلافه هذه عقلية محاكم التفتيش وان كان يعيش في في القرن الواحد وعشرين ولكن هو عقلية ماذا ها عقلية ما قبل ستة قرون خمسة قرون انه مطالبة الاخرين بتعيين عقائدهم نعم من حق كل احد ان يقول هذا الذي تعتقد به ما هو دليلك جيد ارجع للبحث مارد اخرج منك كثير ارجع